يا دولة يا دولة سلام عليكم يا دولة خد فلوس الطلبية هيا عام انت ماشي بيهم كده في الشارع يا دي خرب بيتك يا دولة المهم عدتهم؟ هيا عام انا هقعد عد تلات تلاف ده انا بعد نجات عشرة بالعاف يا دولة عموما الناس دول امنا المهم سلمتهم البضاع اه اما ليه اه ايه دك بقى على قبضي قبضك ايه يا ابني الفلوس دي هصلح بيها العربية وبعدين يعني يا رمزي انت محتاج القبض في ايه يا ابني؟ محتاجه في ايه؟ يعني انت مثلا لما بتعوز تاكل انا مش بديك فلوس تروح تجيب سندوتشين؟ اه صح تمام اما بتعوز تلبس مش بجيبلك لبس من عندي اللي انا ما بحتاجوش خالص؟ صح دولة ده انت عت عندك لبس مش عندي أين بص انا ما بلبس حملات شايفني؟ لابس حملات؟ لا انت عندك حملات اهي انا حملات اهي انا بقى كنت هموت من صغري ان انا هلبس حملات مش عندي حملات زيها يعنيش يا دولة ارزاق بقى دولة بقى وعندك سيدي مرتبتك هنا بتنام عليها وعندك حمامك يعني واكل شارب نايم حيسي تاني خلاص بقى دول انت هتحسدني يعني خلاص يا دولة انسى موضوع المرتب ده خالص ايدك بقى على عمولتي في بيئة البضاعة دي عمولتك عمولت ايه؟ ايوة دولة شوف بقى انا مكسبك قدية دولة ده انا هتطلق عشر تماثيل مكسرين بأدية دولة في وسط الطلبية والتجرع شطر يا دولة ايوة دولة حطيت عشر تماثيل مكسرين انت عايزت بقى وصمعيتي في وسط البزارات اللي في البلد ميلي كسروا من العشر تماثيل دولة انا يا دولة انت؟ ماشي مخصوم منك عشر تيامة رمز ايه يا دولة وانا بقبض اصلا ده انا باخدهم اكلوا لبس يا دولة خلاص مخصوم منك عشر سندويتش هاتفول واثنشر سندويتش تعمية بلاش الفول؟ بلاش الفول؟ اتناشر سندويتش فول مخصومين منك ومخصوم منك الحملات ماشي انا افرجك ايه ايه بتغيش الناس وبغيش اسمي اصبر ايوة حاج ايوة حاج اخبارك ايه انا عادل البضاعة وصلتلك ماشي حاج اه لا رمزي جابلي الفلوس كله تمام تاسلم حاجة معلش هو بس في عشر تماثيل مكسرين جولك في وسط الطلبية اه لا لا هم جولك غلط يعني هبعتلك عشر تماثيل سلام غيرهم ودي التانين لرمزي ماشي حاجة لا الامانة طبع مطلوبة طبع ماشي حاجة محصل هذا ايه دولة انت بتخصرنا كده ايه دولة الحملاتي ايه دولة الحملاتي معقولة انا مش مصدقة يا جماعة يا جماعة اسمعوا واعوا ايه عادل جالو فلوس لا تساقوس ما عرفش كم بالزبط قرفتلي منين يا فالحوشك انا لي مصادر يا ماما مش مهم المصادر المهم انه جالو فلوس انت ابتك كده انا بقى احط له بمنه كتاب من هجية المناحج في حلم البرامج لابنة الفاز ابنة الفاز ايه يا ابنت مجيدة انا ابني هيجيب لي حزام كهربائي عشان اعمل عليها الرياضة يا ماما ما تضيعيش الفلوس في الحاجات المناحج لازمة دي لازم نجيب حاجة ذات وقيمة طاقم اما روح للبيت بخمس لومد منورة كده مدلدلة لومد ايه يا ام لومد انتي قال لومد قال اسمعي انا بقى شوفت في بوتيك بتاع توتا حت دي نقلبة مكياج مجمع كل الوان هلدي ده ام لأ عالج ده ها خليجي في عالج هو المكياج اخترعه فيه الوان جديدة غير اللي احنا نعرفها يا مجيدة يا جماعة يا جماعة الطلبات اللي انتم تطلبوها دي كلها اي كلام المفروض لما تطلبوا حاجة تطلبوا حاجة عليها الايمة ايمة ايه وسيمة ايه زي ايه يا حلوانتي زي ايبوت مثلا او دي في دي او زد ام ار او خمسة ثلاثة تمانية وايف تمنتاشر لو سمحت ممكن تبطلي ترياقة شوية لما انتي بطلي هبل شوية بقولك يا بنتي انتي انا واختي مش هبلة تصودي ايه يا رانيا مقصود كيش يا بنتي اه بحصل لا 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 اسمعي بقولك ايه انتي عامل ارهاب لبناتي ولا ايه وانتي بتعمل كل الحاجات دي عشان انت عايزة عادل يجيبلك انت بازل الحاجات اللي انت عاوزها ماذبوت وما يبقاش في طلبات كتير تتصارة عن الوصول اللي جيب عادل حبيب قلبي شوفوا بعي انا ابني هيجيبلي اللي انا عايزة انا امه ممكن ادع عليه لو ما نفس طلبي وانا اخت الوحيدة لو ما نفسش طلبي ممكن ادع عليه انا بقى يا حبيبتي انا حماته ودعوة الحمى عمى فعلا عمى بس انا بقى اللي طلبي هيستجابي ألوه أيوا أيوة يا رمز ايه؟ ايه؟ ايهى؟ ايه؟ ايه؟ ايه我不知道 ايه? ايه؟ عادل خاد الفلوسي كلها هيسى الله غبيعة لعربية ايوا جييّ؟ بص بقى يا إستموائم العربيةً محتاجة حاجات بسيطة يا رمز مستموائم يعني هي محتاجة عمرة ووش سلندر وجوز كبالن وعلب الدريكسيون وفيه باروما صغيرة كده موجودة في السقف تعملها لي بالمر وتسلمها لي بكرة بقى إن شاء الله بكرة يا عم عادة العربية عايزة شغف خلاص يا عم مش هتيجي على يوم كمان بعد بكرة يا سيد العربية دي عشان اللي يشوف هيقول عليها عربية محتاجة شغل ما يقلش عن اسبوع إيه اللي يشوف هيقول عليها عربية ما عربية أنا أي لجنة بعد عليها هيقولولي اركل العربية اركل العربية يبقى عربية ولا مش عربية ومن غير ما تقطمني بقى عصدقوين انت ديك ايه تخلص شغلك وتاخد فلوسك حس كده بقى عربني أناية فضل ها دي يا سيدي عشرين اللي ايه يا أستاذ عاد 20 جنيه أيوا يا عم الحقني بقى وأنا سخني كده هو أول بقى أول يا أستاذ عادل 20 جنيه ايه هو أنا أصب بنهالك يا عم الفلوس موجودة معايا اهيه بس أنا راجل بنسوق خلص لي شغل أهبيدك فلوس يا عادل بقى أنا عايز أخرج أنا أزهقت بقى يا عنا نسيت شكل الشارع حاضر يا حبيبتي أنا بس أستلم العربية إن شاء الله وأول ما استلمها نطلع على اسكندرية على طول بقى أنا عايز على الجنبي شو بيت طبعا يا حبيبتي أنا خليت الراجل يزبط لي العربية خليها لي بربع شبابي وعربيتك الكحيانة دي هتودينا كل لنا لغاية اسكندرية آه طبعا هتودينا لغاية اسكندرية إيه المشكلة يعني وبعدين لعلمك بقى ما تتكلميش على العربيتي كده من هنا ورايح ما تقوليش الكحيانة بقولك اهو خلي بالك يا عادل مشوار اسكندرية طويل وانا دهري بيوجاني وكمان الخشونة لا خشونة ايه خلاص دا الموتور نعم وهتلقوها طيارة على طول على طري اسكندرية بقولك ايه في شلتتين جوه ممكن تجيبهم لي وتحطوهم في العربية عشان افرد رجلي عليهم يا ماما تفرد رجليك ايه هي العربية زي ما هي عربية ما حصلش معجزة وبقت اوتوبيس ولا حاجة اه ان شاء الله تكون ركبتي تكيب مه لا ركبتي فتيس وانا طبعا هقعد جمك قدام طبعا يا حبيبت هتعودي قدام جمك لا بقى انا اللي هقعد قدام عشان افرد رجلي طبعا يا ماما انت اللي هتعودي جمبي قدام نو جميه لا انت ولا انت اللي هيقعد قدام انا يا حبيبي حماتك انا اللي هقعد قدام طبعا يا حماتي انت اللي هتعودي قدام انا يا بابا انا عايز اقعد قدام طبعا لا ايه هو قدام هيساع ايه ولا ايه يا ناس حرام عليكم انا عايز اقعد قدام باستقلاليتي وحريتي امدا استقلالياتك وحريتي كنت ليه محسساني طول الوقت ان انا المستعمل بابا ممكن لما اروح اسكندرية تأجلني ومركب ليه يا حبيبتي ما ننزل بالعربية ما هتمشي في المياه كمان اه صح هتمشي في المياه بس لسه هتتعلم العوم مهمة اسكلم مفتاح العربية وطيارة طيران على اسكندرية هي بتير كمان او بتير يا لطيفة بتير يا لزيزة بتير يا عسل ما كنت شعره بسني عسل محسس ما ها وديت التمثيل السليمة وجبت المِكسرة يا هط واي اي دولا كل المِكسر هنا 15 تمثال ى 15 تمثال ؟ ؟ دول كانوا عشر door just 10 تمثال اي 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 دولا من العشر السلام اللي انا جيت اوديهم يعني خمسة منهم مِكسروا مني في الطريق فقلت اجيبهم بقى عشان مَكسروا مني مِن بطهري أخريB kork les هبتك طب انا مستحملك ليه انا مستحملك ليه يها دولا انا هروح بقى ودي خمسة السلام ه lazy ماشي خد معاك عشرة عشان لو خمسة تاليين تكسارة واناصر تبادولة ماخد خمستاشر عشان لو عشرة تكسارو في الطريقة امشي برحت يعني امشي برحت ايه ولا انت تسمع الكرام يا إسلام عليكم عليكم مسامح تبركاته ألف مبروك يا أستاذ عدل العربية كاينها عزيرو واقفة بره ايه ربنا خليك طيب اروح ابص عليها طيب الفلوس الفلوس ايه يعني الفلوس عطير الفلوس موجودة ومعاك عموما الرمزي راهنة هو ولا الرمزي خلي بالك من لص تقوائم أرجع علي اي منهم تكسر انت حور هو حضرتك بتشتغل ايه بالزبط انا كنت زمان في المدرسة وبعدين لقيت نفسي بافهم روحت مخلص جيش وقلت مابدهاش واخد لي بالك يا اهدي رحلة كفاح رهيبة ده انتتعبت ايه في مشوارة زيي بالزبط وعلى كده بقى بتاخد كام فاليوم عموماً الجنيبة أربعة أربعة إيه ده؟ هو الجنغلي؟ ده عدد بيحسي بلي الجنيبة ربعين بس ما هو طالع نازل وكل يوم بحالة رموزة يا أخويا يبحك علينا يا سلام الله ينور هاستا قوايم زي الفل الحمد لله عربية جديدة جديدة أنا بس ليه ملحوظة واحدة إنت ليه دهانت الإزاز مع العربية؟ آآ خمير عشان ما حد يشوفك من بارك ولا أنا أشوفه طبعاً من جوه بحسبان لها عجبتك فيه الفلوس فلوس آآ انت ليه كام؟ آآ اتنين ونص خليهم ثلاثة دولة علشان يعاني هو دهان لك الإزاز انت مالك؟ انت مالك بتتكلم ليه انت بتتدخل ليه؟ شوه درد عموماً عناية ليك فضل أسيك ألفين هم من بابهم ألف ألف شكرا أستاذ عادة وأي خدمات أنا تحت أمرك سلام عليكم مع ألف سلام مع ألف سلام دولة معلش أنا هروح على الحقه بس علشان أقوله يعني يدهن لي النضارة بتاعتي علشان أشوفي الناس والناس ما تشوفنيه يدهن مش النضارة هي اللي بتخليك انت تشوف الناس والناس ما تشوفكش تانية طاقية لخفة ايه ده؟ طاقية لخفة ديه أنا أعنده برضو؟ لا دي اللي أعنده أنا بقى وعناية ليك يا رمز إذا انت ابن عمي يعني يلا يا بابا ننحن البحر عبل ما يقفل عادر يا ياسمينة يلا يا جماعة احنا جاهزين أنا هنزل بقى إيه أسخن العربية لا يا عادل لا استنى شوية ما ينفعش السبني أعافل في الشقة الوحدي لاحظ ان احنا مسافرين مدة طويلة يا رانيا الميوء أبو نجمة اللي كنت يتلبسيها لو بتتجوزي فينه؟ ايه ده؟ انت كنت بتلبسي ميوء قبل الجواز؟ ده فستيف بس يا عادل اه أنا بحسب أنا ما حبش مرات يتلبس ميوء في الشتر مامي ده دعميني في المياه انت ناسية ولا ايه؟ يوقوك ايه ده هاني انت كنت بتلبسي بقى ميوهات انا ما حبش انت تلبسي ميوهات خالص فهمها؟ خلي هاني خلي هاني ويع مانيك في المياه ازاي؟ بقولك ايه دخل اقفل انبوط الحمام وبتجازل السخان اه طيب انا هنزل بقى سخن العربية عادل لو سمحت ادخل اقفل كهرافة السخان ونور الحمام ما يا جماعة انا مش فاضي يا جماعة انا مش فاضي لنازل سخن العربية العربية دي مسكنية كبيرة جداً لازم اشوف المياه ولازم اشوف الزيت ولازم اشوف السقف واشوف كل حاجة موجودة في العربية يا جماعة مسكنية لان انا بقى عايزكم بعد كده اتحضروا كل حاجة اكلكو شربوكو ميتكو حاجاتكو حلوكو مروكو كل حاجة ها؟ يعني يا عادل مش هنقف في الرسطة عشان الظروف؟ اي ظروف عندكو خلصوها هنا قبل ما ننزل يا جماعة انا هاخد الطريق من مصر اسكندرية اصي جحش على طول! عادل اه فين نقصة الكاسة اللي انت كنت لعب بها انت ويسمين من شوية يا سناء يا حبيبتي احنا مش محتاجين الكاسة معانا العربية فيها كاسة استيريو سماعات سراوند سكاسة كل 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 يا عادل انا محتاج الكاسة عشان اسمعه في البيت اللي هنروف فيه في اسكندرية يا حبيبتي لما تحبت اسمع الكاسة انزلي اعوذ في العربية بيت في العربية تسمع بقى اجنبي اسمع عربي تسمع انجليزي كل الاغاني كل كل العربية. انزل لسخن بقى ما فيش وقت. يلا سلام. سلام. مروحة ايه بس يا ناجلاء? انت مش محتاجة مروحة العربية فيها مروحة سقف بتجيب زعبيب هاي لا. انا هو. جهزت خلاص. خلاص مادام جهزتوا نبتكر على الله كلنا ننزل لسخن العربية. يلا. يلا يا ماما. يلا يا حبيب. يلا يا اسمين. رحنا نشم نفسنا. اتقطع نفسنا. وقال ايه? عربية تتمشي في المية. وتتمشي على الحيط. وهي ما تحركتش من مكانها اساسة. هاو ديريو يا عادل. هاو ديريو. انا. انا ادخلينا زوق العربية. اعتقد ان العربية ما كانش فيها جزولين. جزولين? والله حطت لها جزولين ومفولها 92. اقولك على حاجة يمكن في واحد اللعب ما كانش فيها زيت. انا شفت امو مرفت بتبص علينا من ورا الشيش عين وصابتنا. بتبص علينا ازاي يا ماما شفتيها ازاي يعني. كانت عاملة الشيش حز وحز. لما احتها بتبص بين الحزين. عين ايه وحسد ايه يا ماما. هي دي عربية اساسا. يا ابني انت حادت كنبة بلد ورا. ومنجد السقف بقفص فراخ. قفص فراخ انتي جهلة ايش فهمك ده باركي. السقف معمول باركي يا جهلة. بس 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 انا افتكرت انا لاحظت ان الدرجات الحرارة كان فيها تناسخ. لا ما كانش فيها تناسخ ما بين الدرجات العظمى والصغرى وبالتالي حصل مشكلة. منك لله يا اواي منك لله سمعتنا كلام عجيب اول مرة نسمعه. انا كشفت على العربية لقيت فيها مشاكل كتيرة قوي. انت عملت ايه فيها بالزبط? وانا لحيط اعمل حاجة. ده انا يا دوبك الجماعة عرجبه في العربية. جيت ادور ما درتش. طب يا دولة ما كنت اتنزلوا من العربية والدور يمكن كانت درت معاك. ده على اساس ان العربية مش واخد عليه وانت مالك بتكلم ليه. شوف او اساس عادل. انا هجيب لك من الاخر. انت مالكش خبرة في السواقة. عشان كده عرصت ارصى جامدة على المطور كرانك الحساس فرض. فرض? اه صح. واللي فرض في ارشوت وانعليقشته. انت ايه غباوة وتزايد فيها وخلاص. انت تعرف اصلا كرانك الحساس ده علاقته ايه بالعربية? ايه? اه. كرانك الحساس ده يا ابني على علاقة مباشرة ببربق الكتاوي. صح يا ده? حبيبي يا جامد. كده بدأت تلعب مواتير. انت كده مش هتتعبني. اه طيب اه تفتكر بقى يا هندسة يعني اه احنا محتاجين ايه بالزبط عشان تتقبب تتصلح العربية دي. ايه دك على ربعمية جنيه وانا استلقاط لك كرانك كده استراض. وكمان اصبط لك البر. لأ مدام هتعمل البر بقى فوق الكرانك يبقى اه خلاص. اتفضل. اه دي ربعمية جنيه. الف الف بقى السلام عليكم. عليكم السلامة. يا سلامة ابن حلال اول ميكانيك ده. اه دولة وانت ابن حلال برضه دولة. مدام يعني لسه معاك فلوس ما تجيب لي بقى يعني طاية الاخفة بتاعت ديه. عشان يعني عايز الناس ما تشوفه شدقة دولة. يا ابني انا نفسي اكتر منك الناس كلها ما تشوفكش ولا انا كمان اشوفك. بس الحكاية دي عايزة تعذير. انت مش شفت الفيلم بتاع طاية الاخفة. بيجيبوا المعمل يفرقعوه ويتحول لبودرة. جيبوا الطاية احطها الوسط المعمل تلبس الطاية ما حدش تشوفه خالص. سيب لي نفسها كالا رمزي. انا ازباطك. لا لا مش درجة بوز. اختفي بقى اختفي. يا جماعة انتو لسه عدين. يلا بينا نتكرأ الله على اسكندريا على طول العربية تزبطت ودايرة وكله مية مية. عادل احنا ستات. مش المفروض ان احنا نتبهدل في الشارع. بقولك ايه عادل انت احسن حاجة تعمل انك تنزل. ولما تتأكد ان العربية اوكي نبقى ننزل معاك كلنا. يا جماعة العربية دايرة تحت فريرة. وبعدين انا خلاص غيرت الكرانك وزبطت البربا. مفيش غير ان احنا ننزل. نركب نمشي على طول. الكرانك والبربا. ازيه رحت من بلد لعلمك بقى. انا كنت عايزة تقولك بس تخفت قولي ان انا بفتي كالعادة. يعني حننزل حنمشي على طول يا عادل. يا اخوان نعيف انتو معاكو عربية بصات ريح. يلا يا جماعة. عربية بتخلح يا جدعان. من ساعة العربية دي. عادل بص لتكون عربيتك. اه? لا لا. عربيتي ايه سحالة يعني. ما بلاش السقة المفرطة دي. يا جماعة عربيتي ايه انا واقف على ايد الرجل هو بيغير كل حاجة. الحق يا جدعان الكرانك فارقة. الكرانك? طيب الحق بقى انزل الحق البار بقى. ايوكي وعدك اتنين النبلة اهل اتنين شباب. يا معلم بلدي معروف يعني اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. واللي ما مالوش يشتري. يقجر له كبير بقى. واعي. وانا دلوقتي معلم تلميزك يعني. تربيتك اللي طالع من تحت ايدك اللي اي تصرف غلط يعملو يبقى فوشك. نصب علي مش مرة واحدة مرتين يا معلم. ماليش. دلوقتي رفعينه عالكمبروسة. بيتزبط وجاي. طب هو يعني هيتزبط. انا مين هيزبط عربيتي. واشيات. ايه ده? ده جابه وجيبه عالكمبروسة. تمام يا وايم? تمام يا معلمي. زبطوك? عشرة على عشرة. الراجل ده لي عندك حق يا وايم. عصر. اهو شف بيعتارف بنفسه هو معلم. وبعدين مش انا بتكلم رايح انت شوي. بتخدت كامل الراجل ده وايم. تلات تلاف جنيه. وعشرين جنيه عربونة معا. بعدين بقى. انا بقولي يا معلم. معاك منهم حاجة ولا طيارتهم كلهم في حجر اوالح. اه طيارتهم في حجر اوالح. يا مهارس واح طير الفلوس على اوالح. لا مدام طيارة على اوالح يتشوي بقى معالح. لأ وبعدين معاك بقى انت. او ما يشويش يعني. شوف يا استاذ عادل. انت دفعت القرشين عشان تزبط العربية. الارشين طاعوا. لك العربية موجودة. واوايم موجود. العربية تتزبط اوايم. هتتزبط عمال. هتخلصها امتى? بقون الله بكرا ان شاء الله. بتصحى امتى يا استاذ عادل? الساعة 12 لو ما دايقكش يعني. ناشر و روبا العربية تكون عنده. فاهم? من عنال اتنين. بيجزب عليك يا معلم. بص بيقولك من عنال اتنين. عند منهم بايزة همعلم. بعدين معاك بقى. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. جهزت بضعها? اه دولة كلهم. هو ما فهمش. ولا تمثال ما. ايه ده? انت تجيبتلي طاقتلك فادولة. اه صحيح. مواسط الانفجار ده كان بتاع المعمل. حبتنهلك على طول في الفضرة وببتهالك هي البسها بقى كده? ربنا اخليك لي يا دولة رب رب. رب. طانطان طانطان طان. ها لا لسه باين شوي. اه? تعال لأ تعال واريك انا. نوص عشان ايه ما تبنش خالص بقى تجبسها فوق دماء. اه كده يعني انا كده مخفي يا دولا اه طبعا مخفى. انت شايفني. لا يبقى مخفي. رمزيا هات لي جباية مية. ايه ايه ده امين يا رمزي. يا رمزي انت فين. اه علاية يا دولا. ايه ده كباية المية لماش في الهوى دي سبحون الله. اذا كباية المية تبدي رقعة على الارض لا ما تبديلش على الارض. لا حد افين المية يا رمزي. انت اللي كنت بتشرب المية. يا ترى يا رمزي بتفكر في ايه بتعمل كده. قن كن 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 كله موسيقى تصورية تن 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 يلا يهبل يعني أنا لو مش شايفك مش شايف التمثال المكسور اللي إنت بالفطوري هتكون إنتم مثال مكسور يخلص به برضو بتغشش البداعة تعالى هنا كده أنا بنت يا عامل إنت فتول عمرك تنت تعالى من هنا العلبة دي فيها إيه يا فضي أدول ركز معها العلبة دي فيها فيه العلبة دي فيها إيه فضي يا عامل يا عمي! العلبة دي فيها إيه؟ ما نجايفك هو؟ ما راكش دعوة العلبة دي فيها فيل فيها إيه؟ فيها إيه؟ ابسكها فيل علبة فيها إيه؟ فيل، 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 فيل أولا، الألبونات اللي احنا بنبعها دي يان ليه بنبعها فاضية كده؟ يعني ما فهاش صور ليه؟ يا ابن مش بنبعها الأجانب الأجانب ما بيفهوش في الصور العربي عادل سعيد إيه ده؟ سروت حسين، إزايد سكا سروت، عاش من شافك يا عمي ما انت لا بتسأل ولا بتتصل خلاص، نسيت صاحبك لا يا عمي ما انسيتش ولا حاجة إزاي بقى وانقدر انساك عم سروت بس هي مشاغل ولا يا رمزي، مش فاكر سروت يا لا فاكروا طبعا هدولة، استاذ صروت فاكر لما كنا بنحطي لك السواريخ اللي بتفرقع دي في كوبات البرتقال تيجي تشربها تفرقع في وشك جري يا رمزي، ايه بقى؟ ايه اللي فكرك بالحاجات دي؟ يا أخي دي حنا كنا أهال صغيرة قوي يعني ما كناش أهال صغيرة قوي قوي يعني كنا في سنة وساعتها ما خلاص يا عادل دي كانت حاجات قديمة وانتهت يلا والله بس كانت تيام جميلة تعال يا سروت، تعال افضل رمزي، روح هاد حاجة يشربها لسروت روح هات لبرتقال لا مش عايز ببرتقال ايه خلاص، روح القهوة هاد أي حاجة غير البرتقال عناي، عناي منور أساس سروت الله يكرمك يا سلام يا سلام يا سروت والله منور يا أخي ده أنا مقصوب جدا من أنا شوفتك، انت أخبارك ايه؟ انت عملة بتسأل ولا بتبتسل خلاص، يعني ما بقناش نعرف بعض غير علشان المصالح؟ لا ولا مصالح ولا حاجة، بس انت عارف المشاغل يعني عصابه؟ المهم، انا جايلك دلوقتي في مصلحة انت عارف ان انا شغال في مصلحة البريد والمصلحة كل سنة بتطلع مصايف لرأس البر بسعر مخفض جدا والعبد لله كان حاجز أربع تذاكر في الأوتوبيس أوتوبيس مكيف وعشة متقفلة سوبر لوكس على البحر بتلتمية وخمسين جنيه بس يا سلام يا سيدي ربنا يا كريمك يا عم تروح وترجع بالسلامة؟ لا اما انا مش هروح يبقى اكيد مش هترجع بالسلام بعد ما حجزت ودفعت الفلوس مرات رجلها كسرت مبارح والدكتور قال انها لازم تقعد في السرير لمدة اسبوعين فرجعت تاني بقى علشان ارجع فلوس الحجز قالولي ما ينفعش طب بعدين هتعمل ايه؟ ايه رأيك لو تطلع بدالي بثلتمية وخمسين جنيه بس اسبوع كامل في رأس البر وعيش على البحر واي يعني انا بقى لي كتير جدا ما طلقتش ماصي خلاص يبقى تجيب التلتمية وخمسين جنيه دلوقتي وتجاهز نفسك بكرة وبعد بكرة الساعة ستة الصبح تاخد الاوتوبيس المكيف من قلب مدالة زغني ماشي يا فرصة حلوة بس انا يعني مش مجاهز نفسي يعني خلاص يبقى توافق بسرعة عشان تلحق تجاهز نفسك بكرة ماشي هاتي التذاكر هاتي الفلوس الاول ايه ده ايه ده ايه ده مش معاملني او لا ايه ساروت لا طبعا البرتقان اللي الساسة روت بيحبه خبشا رانيا عيند 그래요م فاجئة جابدا جدا ايه يا عادل الاتحاليل ازلت ان انت بتخلي انت متكلم بجد عيند اللي كامفاجأة فضيعة 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 ايه الحاجة اللي احنا معملناهاش بانا كتير جدا اللق Lamb دي كللاها حاجات مقدورة عليها لأ حاجة تانية معملنهاش بانا كتير جدا انا قد ايه انا جايب لكم النهار ده مفاكهة مفاكهة مصيحة جداً جايب لكم رحلة مصيف لراس البر لمدة اسبوع يا حياتي بجلتي يا عادل ده خبر نطيف جداً انا مبسوطة جداً انا بقلي كتير قاعدة في البيت زهقانة ونفسي اروح اصايف مرسي يا عادل ربنا اخليك لي جاهزي نفسك بقى بعد بكرة الصبح هناخد الاوتوبيز بتاع راس البر الساعة ستة صباحاً يا سلامي يا عادل دي ياسمين هتفرح جداً اما روح اقول لي مامي ونجلق يحضروا نفسهم لا 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 الثاني ثاني اصلي فيه عندنا مشكلة في الحكاية دي ايه؟ احنا معانا اربع تذاكر بس يعني انا وانتي وماما وسناء وياسمين على حجرنا اخ يعني ايه؟ مامتي ونجلق يعودوا على حجرنا برضو؟ لا 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 طبع مش هفع بس هم يعني ممكن يعودوا على حجر بعض هنا في البيت انت بتهرك بقى يا عادل، بس باقول لك ايه انا مش ممكن اطلع عصيف واسيب مامي ونجلق لواحدهم في البيت خلاص صح غلط ان احنا نسيبهم لوحدهم في البيت هم ميسيبوا البيت، فاطلت محنة بنصيف نرجع من مصيف هم ميرجعونا ما اكمانش ان ام يحضر وحديهم انا اضمن مسلا اخدو حاجة ولا بتاع باقول لك ايه انا مش هطلع عصيف واسيب مامي ونجلق هنا اشمي عن امك واختك؟ امي واختي بيعرفي عوم مامتي واختي كمان بيعرف ايه يا امو ايه ده معقولة من غير عوامة عادل بقول لك ايه انا مش هطلع من غير مامي ونجلق انا بقولك اهو ايه اللي بتقولي لهو يعني انا اعمل ايه اعمل ايه يعني انا اصلا جايب اربع تذاكر الاربع تذاكر دول انا اللي جايبهم بنفسي بفلوسي اقول لي لام واختي ما تطلعوش لو مكسوف اقول لهم انا هو احنا بنتخانق على مين اللي يقول معقولة يعني قولي بقى هانم قولي ان انت زيقتي منهم ومن قرفهم قبل الزبط كده قديك قلت بقى المفيد اللي انا نفسي اقوله فعلا اه فعلا ده اللي نفسك تقوليه انت اللي زي انا منهم لكن انا بالنسبالي يعني من قلاقهم وقرفهم بقى فوق دماغي من فوق امي واختي طب ايه رقيك بقى ان انا هروح اقول لمامي ان اجلق ان احنا طلعين صايف ولو انت بقى شطر وجدع بقى روح اقول لهم انهم مش هيروحوا معانا ها رانيا ايه حبايبي في ايه صوتكو جايب الاخر بيه لسلم ايه لا يا رانيا انكدت على ابني زي عادتها لا يا ماما مانكدتش علي ولا حاجة مفيش حاجة لا ام مرسوكو كان علي ليه مامي اعمالي حسابك ان عادل جاب لنا تذكري علشان نروح نصايف في راسل بار ما تنتيش تحداري شمتك ايه ايه اخيرا يا ربي مش معقول بجد حنصايف في السنادي يا عادل لا 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 بس عشان تفهموا الموضوع صح انا معايا اربع تذاكر بس يعني في اتنين منكم مش هيتلاها معانا عادل انا ماليش في المصيف والحاجات دي لكن لو انت غصبت علي حتى الرواقب وانا مش ممكن هيسيب ماما سفر لوحدها ابدا وطبعا ياسمين ويمسفرة معانا مش هتلايا حد تقعد على حجر وغيري عشان بترتاح معايا صح يا ياسمين طح يعني ايه الكلام ده انا متعودة كل سنة اني لازم اطلع الماسيف ماسيف ماسيف هي امو ماسيف ما انت بقالك ثلاث سنين كنت بتصيف في بيتكو عشان الملاحي اللي كنت بتجبيها بقولك ايه يا رانيا كده كده يا وهشة هتسيبي ماما لوحدها وتطلقي الصيف الوحدة كندلق لا يا ماما الا يا حبيبت ايه انا بني مطايinku ايه 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 اه ادي وحدك ايه بس يا حماتي ما بنتك şتقعد معاك لانت كايفة ليه Δي ان انت برضو مصمير ان مامي للدنة ليس هيجوه معانا امال احنا اللي مش هنطلع ايه يا عادة ايه انت اللي تجيب المي ليه وسيجيب وتدفع فلوسه وقمك ما تروحش لو حصل كده لانت ابنى والعرفة عايير بس يا ماما ازاي معقولة ماما انت هتطلع معانا اتكون هتطلع معانا ماما انتي هتطلعي معانا يعني هتطلعي معانا ايه ده يا رانيا وانتو هتسيبوني مع سناء لوحدي ايه سناء دي تلعب معك للشرع سناء حاف كده شايفين؟ شايفين بتعمل فيه ايه وانا قاعدة وستيك وكده وملا بتسيبوني معها لوحدي هتعمل فيه ايه؟ ايه بس انا عندي فكر فكرة ايه يا ياسمين انا وبابا وماما نطلع المسيف وبابا يختار واحدة من تيتا وطنة سناء تطلع معي وماما تختار واحدة من تيتا ونجليه تطلع معيها وبكده نبقى حلين المشكلة فكرة هيلة شفت حلتها العيلة الصغيرة انا مش عيلة صغيرة انا عندي ثاني سنين يا دولة بقى يا عم ايه عملك مكتائب كده بقى فيه حد يعني يروح النصيف ويبقى مكتائب كده انا لما بروح القراطر بزقطت يا رمز المشكلة دلوقتي في الناس اللي عايزين يطلعوا معي بلاصي يا فدول انا مش عارف اخد مين واسيب مين رد على مام رد الو ايو ايو امرة عمي ايو هنا موجودة اهو عادة ايو اللحظة واحدة بس دولة انت عرفت ازاي ان ايه امرة عمي هه هات يا ابني هات ايو يا ماما لا يا ماما مش عايز حاجة ربنا اخليك يا ماما موضوع المصيف ده نتكلم فيه بعدين يا ماما انا في الشغلة بقى حاضر يا ماما لا اكيد طبعا ماشي ماشي مع السلامة مع السلامة ايو عرفت ازاي دولة شوف الراجل اللي جاي ده عشان عايز يسألها حاجة شوفه مفيش حد عمي جاي عمي هو تمانية شرع المأموفي ايه لا هو الحقيقة انا مش من البلد دي يعني انا هو اللي عارف هناك اهو بصة حضرتك هو تاني شمال في اول يمين هتلاقي اول دور حسام هناك بيركبوا غاز بالامارة اتفضل ايه ده انت اعرفت ازاي الحاجات اللي قبل ما بتحصل بتحصل كده حرفتها ازاي يا خريق يا ابني جاي بجه شوف رُدها جمالة لده يا حماتي مالو؟ ايوة خلت مرانيا ايوة دولة موجودة هوا عرفتك ازاي عرفتك ازاي بص ايوه يا حماتي ايه الاخبار ايه؟ عملتلي الكيكة اللي انا ما بحبهاش اللي انا بحبها طيب يا حماتي تسلم ايديك لا لا شكرا مش عايز حاجة حماتي انا مش عايز حاجة لا 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 قلب شكرا قلب شكرا مع السلام ايه قل يا دولة بقى قل لي انت بتعرف الحاجات دي انا ازاي قبل ما بتحصل يا ابني ده علم علم جامل جدا وعالم ودنيا حاجة ما تعرفتاش انت يا رمز طيب دولة ابن عم حبيبي يعني ما اتعلمني اهلمك ان انت تعرف الحاجات قبل ما تحصل ياريت لا 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 صعب عليك يا رمز ده صعب جدا تدربها والعملية اللي بتتعاملها ده مسألة صعبة قوي ليه دولة بقى انا هستحمل يا عم بص انا علشان اعرف الحاجات قبل ما بتحصل زي كده دولة انا ممكن استحمل اي حاجة ماشي اعرف شنطة العدة اللي انت بتخبي فيها بانطلون بالجامعة بتاعك ده وعرفت دي كمال روحتها روحتها خبي دي شنطتي انا اصلا خبي 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 اوه هتكسر التمثال ده بالشنطة اه اه وكنت هتعرف كم ان انا كنت هكسره ايه شايفك يا اه اه تعاني دعاني خلي بالك ده اغلى تمثال عندنا في البزار اه دولة اه سيبوا بقى الارض اه دولة اه وريني كده بص يا رامزي رامزي اهم حاجة في البنى ادم الافة يعني انت اصلا افة انا افة ايوا ابني دي مش حاجة وحشة يعني ما عندك مثلا محمود عبدالعزيز الحاجة الوحيدة اللي غنى لها ايه الافة ما قال اه يا افة اه يا افة اه يا افة اه اه كان بيغني لك يا اه بجدد ولا اه اما ليه يا اه وريني بقى الافة ده عمل ازاي يا نهارا يا ده سود يا لا يخرب بي ده اه ده انظيف ويبقى بيبرق كده اه وريني في العدة كده هاتلي صنفارة هاتلي صنفارة هاتلي صنفارة او هاتلي مبرد هاتلي مبرد حادر دي بستل غص بانطلون بشاق انا مش ايه بكمية مرة ما تحطش بانطلون بشاق ده ده شانت للعدة انا ما كونش عارف ان انت هتزحق لك كده اشتغل بسرعة بقى دول عايزة احرف عايزة احرف يا جماعة انا في وضع محرق جدا مش عارف اختار امي ولا اختار اختي وبيحبيني وانا طول وقت بخدمه اه يا دون يا واطية وانا اللي كان نفسي ان احنا ناخدك معانا جرايا يا جماعة جرايا ماما يا سناء هتتخنقوا عشان اسبوع مصيف انا ممكن اعمل اي حاجة يا عادة عشان اطلع المصيف ده انا غبية وما بفهم شو حاجة وكمان عايشة بدور اللي بتفهم يا حبيبتي انا مقصودش ايه ده كلكم وطبيخي اللي بيتفش كل الرجالة كوم تاني لا ما عادة عادل ده يحمد ربينا انه لا واحدة زي كده شطورة وبتعرف تطبخ واختبالها من بيتها كويس انا اسميتي ده بتقولي ان انت بتعرفي التفشي كوزك كويس انت تجنمت في مخي انت فاكرة نديش كيمة انا عايز اعرف ده ده معناه ان انا بشكر فيكي دي سفة كويسة يا جماعة انا مش عايز ازلم حد عشان كده البريزة دي هي اللي هتبقى الحكم ما بيننا لو طلعت ملك تبق انت يا سناء اللي هتطلع معانا الرحلة لو طلع الكتابة يا ماما انت هتطلع معانا المصيف ده انا عايز امالك حاضر يا ماما انت الملك وسرق الكتاب انا عارفة يا عادل من الاول انك هتنحاز لماما عارفة انك هتظلمني اظلمك ايه يعني هتعالف مع بريزة عليكي يعني خلاص يلعب وخلاصني يلا حاضر هه جاهزين اه ايه ايه اللي انت عملتي ده انت اللي مش عايف تلعب بالبريزة عاملك ايه اهيو ايه تروحاتها بقى انا اللي هطلع المصيف انا اللي هطلع وحور ريك انت هتعوضي في البيئ انا عارفش ربيكي اساسي لا لا انت هتعوضي باس 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 حظوك انتو الاتنين عجيب انتو الاتنين مش هتطلعوا لقيتها واقع على سفر تغير بقى انها بتاخد قلبة الفدرة بتاعتك وبتستعمل الروج من وراكي اوه ربي انا مش مصدقتي يا ربي انا برجعهم دانيا رانيا اه بعد ما تكوني خلصتيهم يا حبيبتي انا مارا شفتها وهي بتاعمل كريم شارتي جابت ترتي فتانا كده فتانا كده ليه يا ماما المصيف ده فرصة انا ما قداش فوتها المصيف ما بيجيش كل سنة يا ماما لو كنت عرفتها ربيكي ما كنتيش قلتي كده ايه يا جماعة حرام عليكم بقى كفاية انا بالشكل ده هفكر جدية ان انا ماخدش ولا واحدة فيكو اكملوا اخناق بكرة لو عايزين عشان نهاردة خلاص دماغي ضربي ماما انا اللي هطلع المصيفي 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 انا الله يا رمزي شكلها أنا وإنت بس اللي هنطلع النصيف ده يا ربنا يخليك لي يا دولة أحسن والله أحسن بس عايزين نبقى ناخد سناء معانا بقى شمعنا سناء يعني؟ يعني يا دولة أنا قصد يعني أن أنت ابن عمي وهي بنت عمي وأنا ابن عموكم فكلنا عائلة يعني ده أحسن أنا بحب الرحلات العقلية قوي يعني أنا لو طلعت مع البيت هتبقى رحلة شخصية وبعدين أنت كل شوقات تقول لأبن عمك وإيه بنت عمك أنا كل شوقات فكرني معانيش الدولة بقى عادل أنا عرفت أن أنت مؤكد جعنين فقلت أجيب لك الغدى سخن يا ربنا يخليك نقص يعني أول مرة تعمليها يا سناء حنيينة والله يا حنيينة قوي نقص أنت أخوي ولازم أفكر فيك طبعا يا عادل مش أنت جعان يا حبيبي قلت أجيب لك الغدى السناء بصي بطل الحركات اللي أنت بتعمليها دي حركات إيه يا عادل بدل ما تقول أختي حبابتي تكلفت نفسها وجابت غدى سخن ومشيت بكل المسافة دي عشان أجابو لك لحد أنا دي أمك اللي اسمها أمك ما عملتش كده يا عادل صح صح إنت مالك إنت تدخل بيني وبنخت لي إنت مالك وبعدين عموماً سناء يعني لسه كنت بتكلم مع رمزي دلوقتي وبقول له أن أنا هاخد ماما معايا المصيف إيه المشكلة يا عادل عادي يعني دي ماما أخدها معاك المصيف أنا مش بعمل كده عشان أروح المصيف لا أنا بعمل كده عشان بحبك بتحبيني الله بص يا نقنق أنا طول ما أنا على وجه الأرض هتطلع النصيف كل سنة إنت إيه اللي مشيك على وجه الأرض إنت مفروض ما تبقاش على وجه الأرض عادل إنت صح هتاخد ماما معاك المصيف هتاخد ماما معاك المصيف يا عادل لا 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 يا حنيينة أقول له يا حنيينة حنيينة سيب شنطيتي إيه دا يا حبيبتي يا رانيا معقولة إنت وقفة بنفسك في المدبق وبتعملي صلت بحتي يا روحي ما تتعبش نفسك أبدا أنا أنا أعمل كل حاجة يا سلام يا مامي ما أنا كل يوم بقفل مبخ عشان أعمل الغدل وحدي لا لا ودي تيجي يا رانيا حبيبتي عنك أنا اللي هعمل السلطة بنفسي إيه دا إيه دا تعملي سلطة بنفسك زي ما أنت كنت قاعدة في السرير دلوقتي ونايمة وعمل نفسك نايمة حبك إتبقى إنك تيجي لما لقتينا جاي عشان أساعد بنتي يا جماعة أنا مش عايزة حد يساعدني متشكرة جدا إزاي رانيا حبيبتي أنا أشوفك تعبانة وأسيبك كده ومساعدكيش دا أنت عارفة كده في المصيف دا أنا هرياحك راحا يعني مش أخليك يتهوي بناحية المطقة لا يا حبيبتي لا لا دي بنتي بقى وأنا اللي هرياحها مش حد بيخاف على بنته أكتر مني إنتي عايزة تروحي الصيفي عشان تتصرمحي في البلاج خلاص يا سناء يا سناء خلاص عرفت يا ست أن انت بتحبيني وتقدريش تستغنى عني وأن انت أحسن أخت ليا في العالم كل يا عادل دا أنا لما أروح معاك المصيف مش هسيبك خالص رجلي على رجلك عشان ما أحدش يعكسك يا حبيب يعكسني كنت وفين انتو لاتنين جات للبازار يا ماما آه عشان تأثر عليك وتخليك تاخد هي وما تاخدش أم يا جماعة حرام عليكم بقى لا بجد حرام عليكم انتو هتموتوا بعض عشان المصيف دا يا عادل أنا تعبت خلاص تعبت أنا مش عارفة اختار أنا بقى خلاص اخترت هتاخدني أنا صح؟ لا يا ماما إيه ما هتاخدني أنا صح؟ لا برضو يا سناء لا انت ولا هي أنا قررت أعمل حاجة هيلة بقى أنا هعمل قرعة أنا موافقة والقرعة دي هكتب أساميكو انتو الاربعة فيها والاتنين اللي هيطلعوا في القرعة هم اللي احنا هناخدهم معا أوكي آه سناء كومي هاتي ورا وقلب ما تقوم تجيبني نفسك ولا ما فاكش يدين ترمى فيها قرعة بقى ماشا سناء ماشا اجيب لنفسي ماشي بس على شرط رانيا كمان هتدخل معانا القرعة يا سلام انت بتستعبلي ولا ايه؟ لا بس شمعنا انت اللي هتطلع المصيف من غير قرعة نجلة عندها حق انت يكتب اسمك معانا يا عادل يا عادل يا عادل عايزيني خلوني اكتب اسمي في القرعة ايوة طبعا ده بقى رأيي الأغلبية والجوزك مش منحه وخالص انه يعترد هاهاهاهاهاهاء فعلش هرانيا حبيبتي الديمقراطية ليها أنيار وانت كمان اسمك تحط في القرعة زين Thank you بتستعبلي ولا ايه؟ فعلش يا عادل يا حبيبي الديمقراطية ليها أنيار طب يا جماعة ما ينفعش نعيد القرعة تاني يا عادل خلصوا الاسماء اللي في ايدك دي تالت مرة تعيد فيها القرعة والتالتة تابتة خلاص انتوا حرين اللي طلعوا عادل انعام نجلاء مجيدة اه 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 انا من الاول قلت نعيد القرعة دي اه اعمل لك اي ما انا قلت عيد انت اللي عادي تستهبلي فيها معلش بقى يا راني يا حبيبتي احظك نحس واضح اول النهاردة يعني دالت مرة وما تطلعيش اه لشي عادل مش مشكلة انا اقعد مع السناء بس ما دبقاش تنسى تسأل علي يا عبادي لا اما انا مش هانفع اطلع بقى سناء تطلع مكاني بجد يا عادل طب انا عايما حضر الشرط يعني انا مش فهمنا يعني انا بعد ما طلعنا في القرعة واسمينا كلها هناك اتا عايزت غايل رأيك؟ هناك فين يا ستة اسميك وما القرعة هنا ايه وبعدين اللي انا بقوله دلوقتي ان انتو اللي هتطلعوا انتو اللي اربعنا هاعط مع رانيا يا عادل يا حبيب قالو مش عايز تطلع هناك من غيري استني بس يا حبيبتي يوم ما دلوقتي هتكسبوا على دمهم لما يلاقوا ان احنا مش هنطلع واحنا انا جفعين فلوس انا بقى هاخد الميوب بتاعي عشان الميوب بتاعي صغير علي ولا اقولك انا هاخد الميوب بتاعي احسن لا 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 انا كمان بقى متقررة ان انزل الميا فعشان كده انا هاخد الميوب بتاعي رانيا انا بقى مش هاخد اي ميوهات بس هنزل الميا عشان اغرقكو لا سلام وانا بقى اللي هاخد ان شاء الله احرص لكم الهدوم ايوة لا طبعا ياسمينا هي اللي هتقعد تحرص الهدوم شفتيه لسا السكينة سرقاهم دلوقتي هيحس ان هم عملوا حاجة غلط ويقولوا لنا اطلعوا انت صبوري صبوري باي باي مع السلام باي باي يا رانيا عبيبتي وحشونا يا جنران هل بايكم يا ياسمين اسمعوا كلام دي جاوشينا خديوا ليك يا ياسمين مش هنتأخر يش راقوا خلتك نجلات معلش يا رانيا السنة الجاية بعتمي معانا اقوا وتخلوها تنزل ماء لوحداها يا ستة ما تقلقيش هي اساسا هتقعد بالهدوم بس شوفت الكثف ازاي رانيا يا حبابتي لازم تبص للجانب الاجابي في الموضوع كفاية او ان احنا لأول مرة في حياتنا هنعود مع بعضينا لوحدين من غير التطار اه فعلا معك حق بصي عادل انا بجد نفسي بقى نهيت شهر العسر من الاول وجديد يا فاكرة فاكرة ما كنا بنبقى عادين في البيت ده لوحدين فاكرة اه فاكرة يا عادل لما كنا بنتكلم لوحدين وبرحتنا ونكل براحتنا ونلبس براحتنا وماعلناش اي مسئوليات كلنا مكلناش خرجنا ما خرجناش لبسنا مثلا عادل يا عادل بقول لكيب المناسبة السعيدة دي هطلو بقى واحدة ببيتزا دلوقتي ناكلها انا وانتي وبس هيا يالا ايه ده و ايه اللي رجعكوا؟ تسيتوا حاجة ولا ايه؟ الرحلة تلغت المجاري ضربت هناك من خمس سنين فهدت العشش فلغوا المصير كويس قوي انكم جبتوا أكل ده انا هموت بجوع ها يا بص بيه زيدي هلا قدي انا واحدة كده من امتى بقى انتم بتاكلوا لوحدكم؟ مش كيفية انكم نقيتو علينا حاجة غريبة. عموما يا جماعة يعني ما تقلقوش ما تقلقوش. مادام انتو جاهزين وشنكو جاهزة وكونا عمين حسابنا على المصيف. انا بفكر بجد يا جماعة. لان احنا نطلع على بلطين. مادام راس البر ما نفعيش والعيشة شتهدت. نطلع بلطين. ماشي? بتخم بتخم. ايش انا بنعمك. اه. يعني في مقام خالك. يعني اخمك. صحيح. مائة اربعة وسبعين صف. بعدين في الملأ اللي احنا فيه ده بقى. مفيش شغل خالص يا لها رامزي. دولة تحبها روح اجيب طاولة من القهوة نوعها نتسلى فيها. لا 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 لا. الطاولة ما بتنميش الزكاء. طب نلعب اي طيب يا دولة. نلعب اي لعبة ممكن تنملنا الزكاء بتاعنا يعني. زي اي كده دولة قولي. يعني مسلا عندك التمثالين دول. ماشي? اه. بتعرف تطلع لي بينهم خمس فروق. لا يا دولة انا ما بحبش افرق بين التماثيل في المعامل. اذا كنت انت مفهمتش اللعبة اصلا هلعبك ازاي? انا اصد بص اختلاف بين التمثالين يعني ده في لون مش موجود في التاني يعني مسلا ده في حاجة مش موجود كده يعني. اه انا هقولك يا دولة. انت تحس يعني ان التمثال ده طيب شوية عن التمثال بص ده تحس ان فيه لقم. هو انا بقولك تحلل له نفسيا. العلم جديد اختراعته احنا عادين. فيه ملاحظة تانية يا دولة انا كنت ملاحظة من زمان بس مش عايزة اقول يعني. اقول يا مخضرم اقول. التمثال ده واقف حال التمثال ده يعني مش مخلوه راضي اتباع. بص اسلو في لقمة عيشة. لا ده فيه ملحوظة باينة او بقى لقم. ايه? التمثال ده واقف حال البناء ده. مخليه مش عارفة دي ولا تمثال من البصار. انا غلطان انا غلطان انا بتكلم مع واحد زيك. الفراغ يخرب بيت الفراغ اللي خلانا عبرك. بص انا اقعدني انا اقعد في بيتنا احصل. مدام كده كده فيش شغل. اتبو الشغلة دولة ايه? الشغلة ايه? شغلة ايه? خليك انت قاعد في الشغلة احنا بنصرف يا ابني ما بيجلناش فلوس. اتب دولة اروح بقى معاك البيت يعني انا زهقت. وتسيبك تمثالين دول? اتبش بتقول ده قطع عشدة? خليك معاهم يا ابن. اه صح. سلامة. سلامة دولة. سيبوا بقى سيبوا بقى يا كلها. عشوا. في البيت ايه. قطعت ايش لتنق? كسرت ايشهم يا ده. سلام عليكم. وعليكم السلامة. ايه يا عادل? ايه اللي جابك بدر النهاردة? اللي جابني بدر النهاردة هو اللي جابني بدر مبارح. ايه يا بيبي? عايز تخش لحمام? حمام ايه ما انا عندي حمام في البزار. مفيش شغل من الصبح الغاية بالليل مفيش اي شغل. ما انا قلت لك يا عادل خمسمائة مرة اعمل تنوع اقليمي في التماثيل يا بيبي. يعني لازم الزبون يدخل يلاقي برايتي قدامه. انا مش قادرة افهم. ما تسيبك بقى من الشغلان اللي مش جايبة تمانها دي. ويوم يشتغل المحل وعشرين الف مرة ماشتغلش. معقولة يا حماتي. عايز انا اغير شغلتي يعني بعد ما بقيت اشهر بزارجي في جمهورية مصر العربية. انا بيجيلي يا حضراتك انت عارفها? بيجيلي زبان من الاسكيمو مخصوص عشان. ايه ماما ده? ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده? بقى ابي عادل اللي قاعد فيه مكتبه على سل ورمح. ايه زي يغير نشاطه. ايه وطبعا. ولعلمك بقى قاعدة متعبة جدا الكرس اللي انا بقعد عليه ده مزعي. انت لا تغير نشاطك ولا حاج. انت خليك مستمر في النجاح اللي انت في ده. اه واحنا خلينا مستمرين في الشحات اللي احنا فيها دي. طب بص انا عندي فكرة تجنة. انت ممكن تعمل نشاط تاني جنب التماثيل اللي موجودة. نشاط تاني يعني فلوس تاني يعني راس مال كبير جدا. وبعدين لسه هنبتدي من اول وجديد. ونروح ندور بقى على عمال اغبية تانية غير رمزة معقولة يعني. من الناحيات دي تطمت. انا عندي فكرة مشروع مش محتاجة اي حاجة وماكسبه مضمون مياه في المياه. طب ما تنطقي يا حبيبتي بدل في وزير رمضان اللي انت عمالة بتقوليها دي قولي ايه? مكان التصوير. تصوير? هنقض نصور في الناس ويبقى عندنا معمل واحمد والاحمد طوع في الارض وقضى حامرة ولو ولعنا النور السور تتحري لا 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 لا. ونقض كلنا على نفس الكنبة وننصور ونعمل صورة للأسرة المعمرة. انا ما ما حبش اتصور انا شكل في الحقيقة بيطلع احسن. ايه ده يا جماعة انا اقصد مكان التصوير ورق. مكان التصوير ورق? والناس اللي عايزة بقى تصور ورق ولا مستندات هيعرفوا ان في البزار ده مكان التصوير ورق. هنعمل اعلان وهنكتب عليه لدينا مكان التصوير ورق. ده غير علاقاتي انا اضمن لك ان كل المدرسة هتيجي تصور عندنا. طيب هو مشروع زي كده يعني يتكلف كم. لا انت ملكش دعوة بالتكلف. انا هتديك اجرة ارضية كل اول شهر. او لو تحب باليومية انا ما عنديش مشاكل. لا 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 اجرة ارضية ايه? والارضية دي اللي بينما عليها رمزة انايم رمزة فين يعني مهما كان ابن عم. وناوية بقى ترميله كم كل اول شهر? تلتمية جنيه. ايه? تلتمية جنيه اما انت هتكسابي كم اصلا? لا ما بحبش لقمة تلقاش المنظورة. انت هتاخد اجرتك وتطلع من دماغي. اه اه انا السحالة وافق. بابا انا عايزة مصروفي بقى انا بقالي اسبوع ما خدتهوش. مصروف? اه. طيب اه ماشي. اه موافق بس اديني العربون الاول. ده انا حتى يا بابا مش باشتري حاجة مكانت سين وبعد على جنب الواحد وصحابي بيسموني ياسمين بنت الف وقر. كويس اوي انك حطيتو الماكينة هنا عشان التوابير كمان شوي هتبقى اد كده. توابير متفقلة اوي. انت فاكرة انك هتشتغل بجد ولا ايه? يا ريد كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوة بالتاني. وكل اللي ليك عندي انك هتاخد كبريتك كل اول شهر وخلاص. اه دولة بقولك ايه. الماكينة دي بتاعت ايه بالزبط يعني? احنا خلاص يعني هنقلب البزار ده اه اه مشغل الروز. روز دي? روز ايه? ايه 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 بص ابعد عني ببوزك ده عشان ما تبقى نزلي هده ما احنا فقرانين. يا دولة ما انا لازم انا افهم يا دولة عشان اريحك وريح الماكينة واروح اجيب روز متنقق جاهز. روز ايه يا ابني انت تجد بالكتبة وتصدقها. طيب ادولة الماكينة دي هنسقط لها الروز دي انا فيه. ولا 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 بس بقى ابعد عن الماكينة دي خالص. بص ممكن تعلق اليفط دي برا على باب البزار? يفط ايه? لا احنا اتفقنا على يفطى واحدة ورين. يفطى واحدة ما تنفعش لازم كزا يفطى عشان اجزب الزبون وكل زبون يجي يخش على يفطيتو. يفطيتو ايه? الزقبقي في الفيزياء. البليخ في العربي. الله يرحمك عم بليه. المدقرم في الحساب. الديناسور في الاحياء. الصايع في الجبر والحساب. الصايع. اسمه الصايع. صايع صايع. ايه مش مهمة هملزمة هاب لو خلاص. وانت بقى يا فالحة جبت الملازم دي مني. ملازم ايه يا امو ملازم. وانت فالحة اصلا. يا ابي عادي لشغلة لدماغك شوية. هي هي الملازم اللي بتتبعبر. بس انا جبتها وغيرت اسمه. وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يغبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجة يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن ننجح. ممكن تنجح ايه بس انا مش ملازم اللي انت عايز. عندك انت بقى ملزمة الفاشة في البزار او الموكوس في الهبر. انا عندي كل حاجة. بس لو سمحت انت علق اليوفت برا على باب البزار على بل ما صور لك الملزم. عليا عليا حوا. ده حاجة انت على رمز بالكلمتين دول بس ما تبتكريش نفسك عبقرية يعني ده اي معزم عداف الشارع ممكن تلحك عليه. المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده. شعبنا ده مش اي كلام. ده فاهم وواعي وما نفعش تدحك عليه. ومين قالك ان انا هادحك على حد. اللي هيجي يطلب مني حاجة هادهاله. يا سلام وفي حد هيجي اصلا. كمان حد الحالة من ملزمت البليغ في العرب. عايزة لها اذكر اي حاجة. حاضر حاضر انا هجيبها لك دلوقت. وانت مش عايز ملزمت الصيغ. لسه بادري على الامتحان. احنا فين والاسبوع اللي جاي فيه. اه فعلا على رأيك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين صحب. مش انا رأي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده. وبعدين خلي بالك دي هتشيحه وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما كررتش اروح الامتحان ولا لأ. وانت يا عمي ايه يوديك الامتحان يا عمي. خلي بابا يجيب لك الامتحان لغاية البيت ده سهل بقى ايه يا عمي. انت لو خدت المنزمة بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على اخر. معروف طبعا دخول الامتحان ماذا يخرجه. طب اوكي. هديها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكو على بل ما حضر لكم المنازم. قصما عازما يا تلميذ انت وهو. اللي ما هيقف في الطبور لكون عطل. اقف يد هنا. واليسانة وهنا. وتاني يسانة وهي واحدة شوية. واحدة دي جنة بكرة. ايه يعني الملازم اطير ولا ايه. وبعدين انتو لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات. ما تيجوا برحيبكو بعد الامتحانات وتاخدوا بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي. اكل عيشك. يد ما انا ادفعلك يا انا. يا عم تدفعلي ايه يا عم ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بتدفعلك. لا لا. ست مبلاء هانم ديا بتدفعلي قد اللي انت كنت بتخصمه مني اربع مرات. يا سلام. وفخور قوي. مش مكسوف من نفسك كده يا لأ. وانت شغال مع عائلة صغيرة. لا بتكسفش. يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى واسيبك من التكبر اللي في دماغك ده. واسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبزار. يا عم انها علمك الصنعة. صنعت ايه. ده انت ماسك العصايا وماشي ورا الناس كأنك ماشي بتلم معيز. عامل زي يا اخول الجنينة. يا رمزي يا رمزي مش قلت لك تعال اتزبط تتصفر اللي ورا ده. حضر يا ست الكل. ست الكل. اه يا كلب السراية. روح. روح زبط. 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 ماشي ماشي. السلام عليكم ازايك يا مام? عليكم السلام. حمد الله السلام يا عدول. الله يسلمك طلبات البيت كلها هي. دي كلها طلبات البيت محدودة الكيس ده اهو? اهو طبعا. يا ما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتو عايزينه. جايب لكم يا ست ربع كيلو طماطم وجايب لكم ربع كيلو خيار عشان السلطة. وجايب لكم ربع فرخة دي بقى يا ماما تعملين عليها شربة نشربها كلنا. وجايب لكم ربع كيلو تفاحية بس وزن التفاحية واحدة بس مش اشكل ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليها في الميزان بس مش اشكال عادي عادي عادي. ويا تارى بقى واخد بالك من نجلة في شغلها ولا لا يعني مريحة كده ومدلحة? طبعا. لعلمك يعني انا بفيد نجلة طول الوقت يعني بخبرتي وممرستي. فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات كفاية ان انا معي لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يا خرصك يا حبيبي راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد داله من بيت. طي يا جميع ازايوك وحشتوني موت. تعال يا رمزي حط الحاجات دي هنا. عدري ستركول. سلام عليكم. زكي عادة. انا حسيت ان البيت فاضي. فاقلت لازم املاه طبعا. ايه ده كله? جبتلنا ايه يا حبيبتي? قبتلكو حاجات كتير قوي. جبتلكو ستة كيلو تكاح امريكاني وستة كيلو خوخ وستة كيلو خيار وستة كيلو تماطم. ايه ستات دي كلها كفاية يا ستات? انا اشيل الكيز بتاعي من وسط الستات اللي عشان ما ينفعش يعني. دي حاجات بالسرق كمان. قبتلكو بقى ايه? تلاتة كيلو جنباريا علشان تعشى بي. واو. تعيشوا واتجبيني يا ست الكل. ماشى يا كلب السراية ماشى. اه ماما. اه ما تنسيش تبقي تحط الحاجات اللي انا جايبها دي في الدلاجة عشان ما تبص. اه بالنسبة للفراخ اللي انا جايبها. ياريت تعملين لنا بقى عليها شربة يعني عشان اشرب شربة قبل ما انا. نو جاميء. انا هتعشى جامبو. جامبو? ايه? اه وانت يا جازمة مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بقدرة عشان تصحى بقدرة عشان الشغل? ولا انت بس شاطر تشتغل الشيال الست. ايوا ست. بس هي ست بقى فلوسها بمية راجل. اه بص يا دولة هي قالت لبكرة رمزي احنا هنبتدي متأخر عشان الاعال بتوقع الملازم دولة هيصح متأخر. ملازم متأخر ايه? طب وشغل انا شغل انا. ابو بلاش ده? لا ما خلاص بقى بص اعتبرنا دولة قدمت مستقلتي. مستقل ولا ولا اطلع بره بيتي يا كلب. اطلع بره بيتي. بعد اذنك اسبت الكل. ازا ازم منها. بابا بابا. اهلا يا سمين يا حبيبتي. انت البقيالي يا سمين عايزة ايه يا حبيبتي? عايزة المصروف بتاعي قبل من ايه. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا سمين يا حبيبتي. خد ايه دي ربع جنيه. روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزة. ربع جنيه? ده قبل انا نجلق بتديني خمسة جنيه. خد. خليها لشينا. اولا نجلق اولا نجلق. اعزة المصروف بيتي. عادل انت حتنام? مش هتتعشى معنا? لا يا ماما استنى ما قليش نفسي عن النهاردة فهاخش نامك كده هو يعني. ده انا هعملك الجنبري بأيديا. ده انت مدوقتوش من ايام ما كنت في اسكندرية في الابتدائية. شكرا انا عايزة يا اصور بازبور. صور بصبور. اقف بعف الصف يا خواجة بدل ما انا سواحك بزيز عصير. اقف. 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 اقف يعني يا نوس خراحدة واق يمشي على دور. والله يا سبت الكل بتكسفيني يعني عشان خطرك انا بحب النزام. وقف وهي الورق لنا اللي مرمي ده عالارض. ازاي دلموا الورق كده عالارض. ايه يعني مش عايز نعني نشتغل ولا عايزين نقعد يعني جنبك. لكن ما تسيبوش الورقة كده مرمى على الارض احنا ما اتفقناش على كده. خلاص يا رمزي شيل الورقة عشان الارض تبقى نظيفة. حاضر يا سيطة الكل. كلب الصرايا. بص صراحة يعني انا انا متداق من اللي حاصل ده انا ما اتفقتش معكي على كده من الاول خالص يا نجلق. قولي يا ابي عادل انت عاوزني اعمل ايه? وانا هعملوه. ايوا يعني انت اتعدتي المساحة المخصصة اللي احنا اتفقنا عليها. اعمل ايه ما انت ما شاء الله شايف الزباين قد كده. اقول لهم ما ادخلوش. لا يعني بس كمان الماكنة اللي انت بتصور بيها دي بتستهل الكهربا كتير جدا. وبعدين انتو طول اليوم بتصوروا. على طول شكوروا. الله اكبر. يعني ايه يعني اعمل ايه خلاص. فطورة الكهربا انا اللي هدفعها. اه طب والمية. مية دي. الا مية. ها? عايزك بقى اتعلن اجر اللي احنا اتفقنا عليها يبقى تلاتين جنيه في اليوم. اوكي انا موافق. اه لا ما كانش قصلي تلاتين انا قلقت وانا بنطقة انا كان قصلي خمسين جنيه في اليوم. اه حس كده بقى يبقى لاتكلمت الموضوع ده لما نروح البيت وصاد الناس كلهم كده عشان يعرفوا ليحكموا ويعرفوا بقى مين فينا اللي بير كلامه. يا رجلة انا كنت بغذر معاك معقولة يعني اخذ منك حاجة زيادة. اه بالعكس ده ان كنت اخدهم احوشهم عشان لما تتجوزي ان شاء الله يبقى معاك مبلغ يعني. ربنا يخليك ليه يا ابي عادي. وعموما يعني دي لعشرة جنيه بتاعت النهاردة. مرضي. اه مرضي يا ست كل ربك. ولا تصور يا لو انت ساكن. انت زفت يا بدون. ايوة جاي. امور يا رمزي باشا. فين الشيشة تفاح بتاعتي. وفين الكوكتيل انا مش اقيل لك السحلة بياخلص تنزل بكوكتيل على كله. بس كده حناية. وعند افاع الكوكتيل ما عاشيش هنديفة بلاي قطيفة. بقول لك يا واستاذ عادل ما انفعش كده قاعد من صباحة ربنا وشغلنا القاهوة وما شبتش اللي قاعدش بس. هفكر وبعدين بقولك فيك يا الله. تؤمرني باي خدمة يا رمزي باشا. ايوة بقول لك نزل الاستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكع على حسابي. بس واحد بس يا بدوي عشان ما يعودش يطلق ده طيفس انا عارف. بس كده حناية يا رمزي باشا. وخليهم اتنين كوكتيل ما عاشيش هنديفة بلاي يا قطيفة. اصيل يا رمزي اصيل. كلب السرايط. اه يا رمزي. اشكر على الكوكتيل يعني ايه. تفين يا رمزي وحشتيني والله يعني ما بنعودش مع بعض. وحشتك تم ما لو كنت معاك النهاردة الصبح في البزار ما وحشتكش اللي هناك يعني. بدل اللي اتهد والقهر اللي انت كهرولي. يلا اتهد ايه يلا انت عبيد اتهد ايه ده انا بحبك يلا ده انت ابن عمي يلا ده انا بهذر معاك. ايه ده? يعني انت كنت بتهذر يا دولة? طبعا يلا بهذر معاك. طول الوقت من اول معرفتك يا رمزي حتى وانا بزعقلك وانا باشتمك وانا بهزأك وانا بضربك وبجلدك كل ده كان هزاري يلا قمتك انت فاكر ده جد. اه يا دولة والله تتخيلش. لا يا دولة يعني بص اهو مهارك اهو. دولة لو كنت تفكروا بجده دولة. لا يا اه زاري لا. المهم اه 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 اخبارها ايه? اه يا دولة دي ستة عظيمة يعني بمئة راجل ستة. اه ايه يا ابني? ستة ايه? دي بيت صغيرة عندها ستتاشر سنة يعني ما علينا يعني. المهم اه بتديك اجر كل شهر ولا ايه الاحيات? لا يا دولة هي بتديني باليومية. باليومية? يا سلام شوف ازاي? عينة صغيرة بس لفاك على اصبع رجلها يا معلم. ايه يا دولة? في ايه? انت كده غوغشتين يا دولة. ما فيه? وبتديك كم بقى يومية على كده? خمسة وعشرين جنيه. خمسة وعشرين جنيه? طب مش عاملالك بقى اي مسلا حاجات تانية يعني اكلك شربك كسوتك في العيد الصغير العيد الكبير العيد الجياء عيد العمال كم الاعياد اللي عندنا العيد تحريل سينا بنجيب لك كس واحد? لا يا دولة. اه? ده اللي كنت خاف منه? بس 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 بس. انت وقعت يا معلم وهتعمل ايه بقى? لو الحبر بتاع المكناة خلص. طب دلين انت يا دولة يا ابن عم يعني اعمل ايه مع الستة المفترية دي? بص يا رمزي. انا الحكي لدينا في قدين بعض. انت ابن عم يا لو انا لازم اقف جنبك نجيب مكناة جديدة وننفسها. ماشي يا دولة طب هنجيب فلوس المكناة دي منين طيب. مش اشكال. هارهن البضاعة اللي في البزارة. اه استلف. اه ممكن ادفع مسلا مقدم في المكناة وبعد كده قصة تمانها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص تمان المكناة يبقى بعد اللي كده اللي جاينا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة عم فارب عليك. اه طب انت هتديني كم بقى? انا انا بقيت خبرة دلوقتي. ايه يا شعم الخبرة. هتديك يا رمزي 25%. ايه دا ايه دا. طب ما هي بتديني 25 جنيه برضو. يلا يلا بديت 25 جنيه. انا بديت 25% تعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولة انا عايز 30 جنيه. علشان بقى احس بالزيادة. 30 جنيه في اليوم? اه. يعني كم في الاسبوع? يعني 180 جنيه. خليهم متين جنيه عم في الاسبوع. ايبقوا كم في 800 جنيه لك في الشهر المفارقة الضخمة دي انت بحوش عندي كم بقى؟ 600 جنيه 600 نقصه من 800 يبقى كم؟ 200 هات 200 جنيه هروح تنتيس فضل ازيل ايه ده معاك تبستاني ولا ايه؟ اه ده 120 جنيه كده 120 جنيه لا لا هاتهم احوشهم لك انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ يا ربنا يا كلبك اه اخذ يا رب اتنين جنيه اهم ماشي؟ وانا هم دول خد بيهم كده هو المئة وعشرين جنيه دول بقى هنقصهم من 400 جنيه اللي كانوا فضلين لك من 600 يبقى فضل لك كام؟ 180 بس انت معاك حاجة تاني؟ هم اللي اتنين جنيه دولا تدولا اهات انت جنيه وانا جنيه اسمي حاسب على المشاريع بقى اهاتا مرمزي يليس من الهاتن خلاص لها رمزي وده مش محتاجة حبر انت على طول بتدوسها على زرن الله الأحمر هتلاقي المكنة دي تلعبت مكانها على طول لساق ماذا، هل تحريروا مكينا جديدة؟ واي، اسمها مكينا شديدة، مكينا حديثة، شكراً من مكينا بتاعتك كويس، انا اتفقت مع الناس هياهوا يشيروا المكينا بتاعتي متنزاحب يا سيد الكل ماهي شيروا المكينا؟ ما تخليك قواعدة هنا يا ماما تستروزقتك لعيش ؟ عموما الناس هياهوا يشيروا المكينا،ا أنا كدا كدا بحاظبهم يا دوك بس هياهوا ياخدوها ويمشوا على طول يا بنتي اعودي يا بنتي كل عيشي يا بنتي مع اولاي انا هتنزعني بسرعة خلي عندك رؤية قتالية يا دولة ده هي خافت من شكل المكنا بتاعتنا انت بقى يا رمزي مش عايز تاخد الخمسة وعشرين جنيبتو عن النهاردة؟ ليه ليه خمسة وعشرينات ايه مش عايزهم؟ ده انت هتشوفي ايام قندلة ايامك اللي جاية سودا ولا يا رمزي ولا يا رمزي ما تخوفهش يا ابن ايام مرعوبة الوحدية انا ايام اللي جاية سودا على العموم هنشوف وربنا يوفقكم سلامة مع السلامة يا حلوة يا حلوتك يا دولة في الشراني بعدين يا رمزي من صباحات ربنا وما فيش ولا زبون دخل لغاية دلوقت يا دولة انا خلاص تعبت خالص من وقفة ما هو كل ده منك انت طول ما انت ببوزك كده هتفقرنا على فوق قالت ما انا كنت شغل معاها ببوزي دوان وكاننا شغلين زي الفل يعني خلاص هفقرك دلوقتي هيا يا جماعة اخبار الشغل ايه انت فاتحة فين يا ست الكل ايه ده طب والزباين طيب بتوع حضرتك ما تبعتهم لنا طيب ابعتلك ايه ده كان موسم امتحانات وخلاص احنا دلوقتي في اجازة اجازة؟ يعني ايه؟ يعني ما فيش شغل ولا ايه؟ خالص طب وما كان التصوير بتاعتك عملت فيها ايه؟ كنت مأجراها وبعد كده رجعتها لصاحبه فعلا ست الكل كلب الصرايا رجعت وانت اشتريت المكناة دي؟ اه اه اشتريتها عشان اأجرها للناس الهواء اللي بيحبوا يأجروا مكناة تصوير في المواسم يعني ايه رائج بقى ما تأجريها منه وتشغلين معاك يا ست الكل فعلا كلب الباشا مات مشيت وراه كل البلد الباشا نفسه مات مامشيش وراه ولا كلب طلع براه يا كلب براه! براه! وانت بتسلي جاية تشميع تبقية طلع براه لو سمعت اشتركوا في القناة